أسهل بأسرع تحلية وممكن تحضريها وعملتها معكم في فيديو قبل كده واخدت ملايين المشاهدات وبجد كل اللي جربوا وشكرني جدا عليها شكوري الله وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هنحضرها في دقيقتين وبمكوينين معينا هنا البوريو أو الأوريو أو أي بسكوت الشكل ده هننزل في الحليب ونحطه بالشكل ده حسب بقى العبوات اللي انت هتعمليها أو الباقي اللي انت هتعمليها حسب عدد الناس اللي هتاكل بعد كده هنعمل الطبقة التانية اللي هي عبارة عن كريم شانتيه وتوريقة الكريم شانتيه أنا عملتها معاكم قبل كده وهسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوش تحت الفيديو أو اعملي في السيرش كريم شانتيه اسأل مجرب معشي بعد كده الطبقة اللي بعدها هتبقى برضو من البوريو أو الأوريو أو زي ما قلت لك استخدمي أي بسكوت يكون لي الشكل ده لأنه بعد كده بيدينا طعم عامل زي كيك الشوكولاتة أما بنسيبه شوية في التلج وآخر طبقة من الكريمة وهنسويه على الوش بالشكل ده حاجة بقى اختياري لو حابة انت تحطي صص شوكولاتة على الوش حطي ولو مش حابة خلاص مافيش مشكلة أنا صص الشوكولاتة ده حدرته معاكم قبل كده في فيديو سابق وهسيب لك برضو الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو أو اكتفي في السيرش صص شوكولاتة اسأل مجرب معشيما هنسويه على الوش كده وهنحط أي حاجة للتزيين وبعد كده بنسيبه في التلاجة حوالي نص ساعة أو أكتر حسب ما تحبي بس الوقت ده بيخلي البوريو أو الأوريو يدوب معنا شوية كده ويبقى عامل زي الكيك بس كده أنا عايز أقولك إنه طحفة جدا طعمه لذيذ جدا كل اللي جرب يعمله شكرني بجد على الوصفة دي وصفة سهلة وبسيطة وسريعة مش تاخد منك أكتر من دقيقتين وفي نفس الوقت هتديكي مزاق رائع بجد أتمنى بقى الفيديو كنا اللي أعجبكم لو أعجبكم الفيديو ما تبخلش علي بلايك وبشارك وبشير للفيديو أتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته